وفي ختام زيارة رئيس وزراء دولة إسرائيل إلى مملكة البحرين صدر بيان مشترك أكد خلاله البلدان دعم العلاقات الثنائية من خلال استراتيجية السلام الدافئ المشتركة ورحب البيان بأول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي لمملكة البحرين كما أشاد البيان بالتزام البحرين طويل الأمد بالتسامح بين الأديان وتعزيز التعايش السلمي الأمر الذي أرسل أساس لإقامة العلاقات بين البلدين لافتا إلى أن الاجتماعات التي عقدت بين الجانبين ساهمت في تعزيز العلاقات بين البلدين وحكومتيهما كما أتاحت فرصة لتعزيز التعاون بين شعبي البلدين وذكر البيان أن الجانبان ناقشات عزيز العلاقات الاستراتيجية والأمنية لمواجهة التحديات الإقليمية بما في ذلك التهديدات النووية والنشاط الإرهابي والتطرف الديني والفقر والتحديات الاجتماعية وأكد البيان أن مملكة البحرين تمثل بوابة للتجارة بين الشرق والغرب وبناء عليه سيتعاون البلدان لاستكشاف السبل التي يمكن من خلالها زيادة تنمية التجارة الإقليمية وتطوير فرص الاستثمار واتفق البلدان على الإسراع في المفاوضات حول اتفاقيات حماية الاستثمارات والعمل المشترك على اتفاق ضريبي يوفر البنية التحتية لتعزيز التعاون التجاري الآمن كما اتفق الجانبان على دعم وتشجيع التجارة والاستثمارات المشتركة والزيارات المتبادلة للوزراء والمسؤولين الحكوميين وسيتم إنشاء لجان اقتصادية مشتركة لتعزيز وتوسيع التعاون كما تم الاتفاق على تعميق الروابط بين الشعبين من خلال التبادل الثقافي والتعاون التربوي والأكاديمي ودع الجانبان الشباب في البلدين إلى المشاركة بنشاط في بناء السلام ورحب الجانبان بإنشاء خطة ثنائية مدتها عشر سنوات تسمى استراتيجية السلام الدافئة المشتركة والتي ستكون بمثابة خارطة طريق لتنمية العلاقات وستتم مراجعتها بشكل مشترك من قبل وزارتي الخارجية في البلدين وذكر البيان أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليل عهد رئيس مجلس الوزراء قد تلقى دعوة للقيام بزيارة رسمية إلى دولة إسرائيل